مستمرين معكم في برنامي صباح الخيري كويت ولقاءاتنا المتعددة والحين طبعاً كما عودناكم كاميرا صباح الخيري كويت أحياناً تروح خارج السيديو اليوم راح تكون في محافظة لحمدي وبالتحديد في واحد جميلة هي واحد لحمدي زميلنا الدينمو نجيب القحطاني موجود هناك ورح يعطينا تفاصيل أكثر عن هذا المكان وليش موجود فيه هناك هذا الصباح صباح الورد يا نجيب صباح الخير عبد الرضا صباح الخير مونية صباح الخير مشاهدين تلفزيون دورة الكويت مثل ما عودناكم دائماً مثل ما تفضل زميل عبد الرضا فعلاً احنا موجودين اليوم في واحد لحمدي التي تتخذ شعار شركة نفط الكويت شكل وتحولت هذه الأرض من صحراوية إلى مكان تفض فيه الحياة الجميلة الطبيعية المتناقمة تحتوي على مناظر طبيعية خلابة تدخل السعادة هذه الواحة موجودة ما شاء الله كانت أرض لكن الشباب الموجودين في شركة نفط الكويت يعطيهم العافية حولوا هذه الأرض راح تشوفونا إن شاء الله عبر شاشة تلفزيون الكويت إلى أرض خضرة جميلة جداً من النوافير من أمور كثيرة جداً راح نتكلم عن هذا الموضوع معنا السيد هادي سحاغ مشرف عام الصيانة في واحد لحمدي بشركة نفط الكويت أول شيء يعطيكم العافية وعساكم على القوة ومجهود فعلاً فعلاً رائع الله يعافيك وحياكم الله في أحدى مواقع شركة نفط الكويت اللي هي واحد لحمدي ونتنتكلم عني الهدف من إقامة هذه الواحة احنا ما شاء الله يمكن المشاهد راح يشوفوا المشاهد الكريم شغلات وايد حلوة موجودة أول ما تدخل من البوابة لين تأصل آخر هذه الواحة ويمينك يسارك خضرة وهالنوافير الحلوة هذه مشروع الواحة هو أحد المشاريع اللي أضافت قيمة بيئية تحت شركة نفط الكويت من ضمنها أنها قامت في مكان محمية حولت الصحراء إلى مكان بيئي يتملئ الخضرة والماء والزارع في كل مكان بالكويت بالإضافة إلى أضفنا شعار نفط الكويت موجود للزائرين بالطائرات راح يشوفون شعار نفط الكويت موجود بالواحة لو نتكلم عن المحمية يعني هذا مثال جيد لمكافعة التصحر وتخفيف آثار الجفاف اللي موجودة في هالمنطقة طبعا من أول ما خلصت المحمية وول ما بلشنا بالمحمية لاحظنا انخفاض في درجة الحرارة بسبب وجود الأمياء وحظنا انخفاض في الأتربة بحيث أن الزرع غطى الأماكن المكشوفة فحولنا الأماكن الصحراوية أو التصحر كافحنا بحيث أن استغلنا بالورود والأشجار والزراعات لو نتكلم عن طريقة المحافظة على البيئة اللي موجودة في هذا المكان ما شاء الله طبعا بعد انطلاق الواحة هنا بدت حتى الطيور والحيوانات اللي يكرمكم أن تتواجد في المكان فهذا أحد الشغلات اللي يتحافظ على البيئة حلونا نتكلم عن أجزاء من هذه الواحة ما شاء الله فيها أكثر من موقع جميل جدا كل ما تروح مكان تلقى مكان غير كلمات عن تراث الكويت البيت الكويتي الغديم المحلات اللي موجودة الألعاب الأطفال الملاعب شركة نفط الكويت حرصت أن تلبي كافة الهوايات وكافة الفعاليات اللي تكون مقلائمة للكل مثلا في البوم الكويت القديم واللي ذكرنا بأيام الغوص وأيام أجدادنا الأولين نفس الشي في الفريج الكويتي القديم اللي هو يشمل على فريج كويتي قديم مؤثث كامل من الأشياء والمعدات القديمة إضافة إلى المحمية النباتية فيها أنواع الخضروات والفواكه وكذلك بيت الشعر موجود ومكان خاص للحداقة عشان لا ننساهم موجود بالإضافة إلى ممارسة رياضة المشي والركض أنا بس ودي أخي هادي أوقف عد المكان خاص لحداقة يعني ذقت خيطك خيطك تاخذ السميشة لكافة زائري الواحة يقدر ييب ويا خيطه ويقط خيطه ويا حدق ويأخذ السميشته وتوكع الله بالعافية عليه يعني يقط الخيط ويأخذ السميشة وياه أبد بالعافية عليه هو وهله نعم لو رح ننتقل إلى موقع آخر من هالواحة الحلوة الجميلة نعم نروح عندنا النافورة عندنا النافورة الرغصة على الموسيقى عندنا نفس الشي مكان خاص للطيور وعندنا مكان خاص للبط تفضل يعني لو محمد النبي ودي يزور هذه الواحة ودي يتمشى مع عياله يطالع يشوف تستانس يستمتع فيه هالواحة الحلوة يعني أدخلانهم مع عيالي أأمن على مكان حتى الباب أن الأطفال لا يقدروا يطلعون مكان جميل حتى عندكم حديقة للحوارات صغيرة حقها الأطفال يقدرون يتمشل عندها بالضبط احنا حرصنا على توفير كافة وسائل السلامة سواء للعائلات أو للأطفال من حيث أنه في مراقبين موجودين مشرفين من حيث تهيئة الصور اللي موجود في المكان اللي بالواحة وبعدين الحلو في هالواحة أنه استعملتها والطاقة الشمسية الطاقة الشمسية طبعا هذا أحد أهداف مو الشركة نفط الويت فقط والكويت كذلك حاليا نحن نغطي 35% من الواحة بالطاقة الشمسية وشغالين على البلانت مالة الواحة الشمسية إن شاء الله إلى أن توصل 70% كويهاد أنا بالخلف موجودة صورة صورة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه مع صور شهداء الكويت جميعا وصورة حلوة جميلة جدا لكن اللي خارج الصورة موجودة ما شاء الله يعني جهزة فيه بطول ما شاء الله عدد وننتكلم عن الصورة يعني الزخرافة اللي موجودة خلفنا الصورة اللي خلفنا هذه صورة صاحب السمو الله يحفظها مع أبناء الشهداء الله يرحمهم يغفر لهم كونا الصورة هذه من طول البيبسي أو زجاجات البيبسي الفارغة وما يقارب وراننا أربعة تلاف ومئتين زجاجة فارغة تم تجميعهم من كافة الدوائر والمناسبات اللي نستغل فيها اللوحة أربعة تلاف؟ أربعة تلاف ومئتين زجاجة بيبسي فارغة نعم بدلا نقضهم ونبرضهم ونوصخ البيئة يعني بدلا نستغلالهم بالشكل اللي انتوا تشوفون ورانا عملته خلنا نقول تدوير حتى في هذه الواحة؟ أحد أهداف الواحة هي التدوير مو بس الزجاجات اللي خلفنا في أكثر من شغلة في الباصل اللي تشوفنا الباصل الأحمر الباصل الأوروبي الباصل اللي موجود عليه سارة؟ بالضبط هذا نفس الشيء أخذناه من كومة سكراب وبدأنا استبداله إلى صار قاعدة حلوة وبالإضافة إلى الشلال بالإضافة إلى عميدة الإنارة كلها من عادة تلاحة نحن نتكلم عن الملاعب اللي موجودة والشلال اللي موجود هذا على أيميني حتى لذوي نتكلم عن المعاقين كذلك حاطين يعني اللي بنتنا بسوي رياضة أربع متر مئتين متر ثلاثين متر وهذا شيء حل لمن الواحد يتمشه ويسوي رياضة فيها في الواحة أخواننا وأخواتنا ذوي الاحتجاجات الخاصة ما نسيناهم بالعكس لهم ممرات خاصة لهم داخل خاصة لهم حتى أماكن يقدرون يمرسون فيها هواية الرياضة والمواطنين كذلك إنه يقدر مثلا هم من يتبشي عدكم حاطين كل بين مسافة مسافة حاطين يعني أمتار موجودة بما قلنا تشجيعا للرياضة والمشي فإحنا حاطين مكان خاص للتمشية في مرشات للماء في مقاسات إنه يقدر تشوف كذر مشيت بالجهة الثانية في البيت الكويتي وشي حلو لمن الطفل الصغير الإراءة الشبير أو المرأة الشبيرة يدون شون يشوفون البيت الكويتي الأول غديم كل اللي مالحقوا على الحياة القديمة صغير مؤثث كامل ومجهز بحيث إنه يذكر اللي مالحقوا عليه يذكرون ويشوفون اللي طافهم ولكم خاصة ولونا نتكلم عن التراث الكويتي ورا في عندكم هم من كبالك إن الشغلات الكويتية القديمة قبل إحنا طبعا إن الشغلات الكويتية القديمة تعاوننا مع جماعة الموروث الكويتي وساعدونا صراحة يابلنا كثير من سواء الأثاث سواء المعدات سواء حتى الذكريات الصغيرة زودونا فيها حاليا الواحة هي في المرحلة الأولى والمرحلة الأولى هي تتكون للمؤسسات والدوائر وتكون بالحجز المسبق يعني يكون في حجز مسبق إلى شركة نفط الكويت إدارة العلاقات يقدمون طلب وإن شاء الله ينظرون فيه يعطونهم ما فقط الجهات الرسمية تقدرون تزورها عادي ما في أي مشكلة المدارس يزورونكم المكان وكشركة نفط الكويت عودت إنه هي مكان وتقدم خدماتها لكافة الوزرات والجهات والمسؤولين نحن نقول الله أعطيكم العافية وعساكم على القوة سيد هادي إسحاق مشرف عام الصيانة وواحة الأحمدي بشركة نفط الكويت أعساكم على القوة يعطيكم العافية على مجهود الطيب راح نرجع إلى زمنان الفلسطيني التي تكبرت الفقرات الحلوة والمتبيزة لبرنامج الصباح الخير زمنان لكم الهواء